زي ما قلت وانا هنا في هذا المكان هذا المكان يشهد والاوراق دي تشهد والديسك اللي انا قاعد عليه كل والكاميرات اللي قدامي تشهد ان احنا ما في يوم على مدار السنوات الخمس الماضية ما في مشروع اتعامل في الدولة واشهد به اهل الشرط ما في مشروع خير اتعمل او انجاز اتعمل واشهد به اهل الشرط يبقى احنا مش منتظرين منهم اشادة لكن احنا بنوضح للناس ان هؤلاء دائما ما يقومون بعملية تعكير الصف العام تعكير المزاج العام محولة خفض الروح المعنوية للناس واشاعة الاحباط ده دورهم ده دورهم اللي بيتقاضوا عليه فلوس وتمويل كل ما الدولة تخوض معركة بيقف هؤلاء للدولة بالمرصاد مشككين ومنددين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما اصبح هو الشيء الوحيد اللي يملكوه الان لو احنا جينا قلنا ان فيه فساد ويقولوا الدولة فين واللي سايبة الفساد يقولوا فيه تعديات الدولة فين وسايبة تعديات لما الدولة تيجي تواجه الفساد وتواجه التعديات يقول الدولة ليه بتعمل كده في المواطن اللي غالبان أنا بقول حضراتكم شفتوا كل هذا الكلام نجي نعمل قناة السويس التانية اللي هي الإضافية الجديدة يقول لك هو إيه لازمتها دلوقتي ما هو إحنا عندنا قناة مشية وخلاص وشغالة يقول لك ده في أولويات نقول له ده فيه منافسة كاملة وفيه بره والعالم وليزم نطور يقول لك إزاي ده الناس مش لقى تاكل طيب لو إحنا ما عملنا هاش يقول لك إزاي أنت سايب قناة السويس دون تطوير وقناة بنا ما تطورته وبيحاولوا يعملوا طريق رأس الرجاء الصالح أنتوا بتخربوا في البلد وسايبوا البلد تقع نعمل مش عاجب ما نعملش مش عاجب نيجي نعمل طرق سريعة ونوسع ونقول لك شايفين بيهدوا بيوت الناس شايفين بيعملوا طرق في الصحرة حد يعمل طرق في الصحرة برضو طيب ما عملناش يقول لك فين الطرق عشان التنمية فين الطرق عشان إزاي أنت عايز تنمي وتوسع الرقع الزراعية والمجتمعية وانت ما عندكش طرق عملت طرق مش عاجب شتمت ما عملتش طرق اتهاجمت نيجي نعمل ترسيم الحدود بيننا وبين أبرس وبيننا وبين اليونان عشان نطلع حقل زهر عشان نجيب غاز عشان نكفي نفسنا ونصدر يقول لك إيه الحق درسم الحدود وبعد دنيا للقبرصة واليونانيين طيب ما رسمناش حدود يقول لك شفت ساب الغاز والغاز تركيا واليونان وأبرس هاخدوه أي شيء يا مؤمن هتعمله هيتطلع فيه القطط الفتصان أي شيء هنعمله هيبدأوا يشكوكو فيه أي شيء دي احنا بنينا مسجد أكبر مسجد في الشرق الأوسط وإفريقيا في العاصمة الإدارية مسجد بيت لربنا بيت لله بيت مسجد وبنينا جنبه كنيسة قال لك إلحق بيعملوا كنيسة كبيرة يعني هو حرام على المسيحين يبقى عندهم كنيسة قال لك طب انت بتعمل كنيسة ليه ومسجد ليه هو مين هيصل هناك يا سيدي ما احنا بنبني مدينة جديدة لازم نعمل فيها دور عبادة للمسيحيين والمسلمين ولو كان عندنا يهود كمان هنعمل لهم احنا مش ديدينات سماوية كلها وكل واحد بدينه هو حر لا لو ما عملناش مساجد يقول لك دولة علمانية لو عملنا مساجد يقول لك دولة متطرفة طب نعمل ايه بنينة مساكن جديدة يقول لك إلحق بيبني مساكن الاغنياء طب مش هنعمل مساكن الاغنياء يقول لك شفت الدولة كلها فقيرة مفيش مساكن للاغنياء طب نعمل ايه بنينة مساكن للطبقة الفقيرة والمتوسطة مش عاجب بنينة مساكن لكل طبقات المجتمع مش عاجب نفتح مش عاجب نقفل مش عاجب الخلاصة عشان ريح الناس دول اوعى تنتظر منهم خير لان دول اهل شر اهل شر لا ينتجون الا شر ولا يروجون الا شر وزي ما قلنا ابلي كده اي شيء اي شيء بيحصل في مصر فاكرين سعر الصرف لما في 14 2016 خدنا قرار بتحرير سعر الصرف اللي الناس بتسميه اقتصاديا بيسموه تعويم الجنيه المصر فاكرين لما كانت ترياقة ورسومات الكريكاترية والحق والجنيه منبطح والجنيه مش عارف حصل الكلام ده كله لما الدولة خارت قرار واوقفت الدولة المصرية مهزلت سوق العملة غير المنضبط واوقفت السوق السوداء الرائجة لتجارة العملة اللي كان بيسيطر على شركات الصرافة معظمهم ناس تابعين للاخوان بقى موالاخوان واللي مش عارف يعرف معظم شركات الصرافة اللي كانت موجودة في مصر بتتاجر في العملة بتتاجر في العملة كان الدولار بمثابة سلعة بيباع ويشترى وفكركم بخيرة الشاطر كان بيعمل ايه ومحمود عزة كان بيعمل ايه والشركات الصرافة كانت بتعمل ايه وطبيض الاموال وغسيل الاموال وغسيل السمعة واتجارة السلاح كل هذا وفيه ناس وانا بقول هذا كلام كانوا بيشتغلوا بفلوس الاخوان او بيشتغلوا بفلوسهم كل ده معروف الدولة دخلت حررت سعر الصرف ما عادش عندي سعرين لسوق السوداء قارت الدولة على سعر السوق السوداء بقرار جريء غير مسبوك انا بقى اسميه واردت اكتر مرة ثورة اقتصادية حقيقية او ثورة مصرفية حقيقية قامت بها الدولة المصرية نتيجة هذا الكلام سعر الجنيه المصري انخفض فاكرين سعر الجنيه المصري انخفض طبيعي ما هو طبيعي حصل 2016-17 كانت سنة صعبة جدا جدا احنا اتهنا وتشتمنا وتقال علينا دولة فشلة وتقال علينا ان الدولار هيوصل بمية جنيه ومية خمسين جنيه وتقال ان الدولة على شاف الافلاس وتقال وتقال ما قال ملك في الخمر سبحان الله يا مؤمن لما العملة التركية تقع يقولك يا سبحان الله ده مخططة تنزل سعر العملة عشان نشجع الصدرات ودي حاجة لحظية وحاجة بسيطة وإلى آخره كل ما هو حرام على مصر حلال على تركيا